شباب السادس أول درس باليونة الثالثة اللي هو التعاريف التعاريف راح تجينا بعدة صيغ تعاريف المهن أو الوظائف مرة يجينا بالسؤال الثاني فرعي اللي هو قواعد مرة يجينا بالسؤال الثالث فرعي اللي هو الاسقاطات ومرة يجينا على شكل توصيلات هذا عدنا عالية تمرين صفحة 49 نجي على السؤال الثاني فرعي عدنا بها قاعدتين وأن زائدا الوظيفة أو المهنة is someone who والفعل يجي وراء بس الصيغة الثانية أي أن المهنة أو الوظيفة is someone who is responsible for هاي الصيغة راح تحفظها بس ويا المدير تجي الفعل يجي وراها بING وعدك تأكمله صيغة السؤال يقل لك define وينطيك مهنة وينطيك معلومات نا قايل لك عرف an architect عرف المهندس المعماري منطيك design buildings يعني يصمم المباني مرة راح ينطيك بالفعل s ومرة ما ينطيك هنا ما منطيك أنت راح تضيف أشيء لل define عندي a و n n capital المهنة architect أخلي هاي اللي قلت لكم وحفظوها is someone who والمعلومات بالفعل بs design صير designs هذا ال s لا تنسوه مرة هو راح ينطيه مرة انت تضيف وتكمل امالتي بولدينغز مرة بشكل اخلاق define a nurse بدون ما ينطيك معلومات هاي عليك لازم تحفظ عندك 19 تعريف لازم تحفظهم صفحة 49 صفحة 50 كتاب ترجمة نانسي قنقر